اشتركوا في القناة وزي ما تعودنا في قناة بنبدأ الأول بنتعرف على خطة العمل خطة العمل بتاعتنا هنقش في القواعد so و such وبعدهم enough to ايه الفرق بينهم هنتعرف عليهم هنا وبعدين التدريبات والترجمة يلا نبدأ مع بعض الأول القاعدة سهلة مش صعبة بس محتاجة تركيز شوية احنا هنا so لها كذا حالة و such لها كذا حالة وايضا تو لها كذا حالة بس احنا حاليا هنقش حالة واحدة من so و such ونعرف ازاي نستخدم so و such و enough to enough to و two و two هنبدأ الأول بالتعرف على so so هنحطها بعدها بيبقى اما صفة يا اما ظرف يعني احد الاثنين ما بينفعش صفة و ظرف مع بعض لأ صفة او ظرف صفة او ظرف بعد so so تعني جدا جدا درجة من درجات الصفة اللي هي الدرجة الاعلى من very زي ما عرفنا الصفة لها ثلاث درجات درجة اللي هي very تبقى صفة اعلى من الصفة العادية وبعدين so وبعدين to اللي هي t o o الاول so تعني جدا جدا وبيسويها such بالمعنى هنا بس ايه اللي يفرق so عن such ان so باجي بعدها ظرف او صفة فبنقول على سبيل المثال that cake was so nice that i will have another one يعني هزيه الكعكة رائعة جدا لكن هزي تناول ايه واحدة اخرى فهنا so وحطينا nice في النص وبعدين that دول كلهم بيعبروا عن نتيجة تبقى لدرجة الصفة او الزر هنا بتعبر عن نتيجة النتيجة ان الكعكة كانت so nice جميلة جدا او رائعة جدا لذلك انا تناولت منها او هزي اتناول واحدة اخرى مثال ثاني they walked so slowly slowly هنا دي ظرف they walked so slowly that they missed the train لقد صاروا ببطء شديد لدرجة انهم لم يلحقوا بالقطار يبقى so صاروا او مشوا ببطء شديد عشان كده النتيجة كانت انهم ملحوش بالقطار ده بالنسبة لصوب فصوب يجي بعدها ظرف او صفة لازم ناخد بالنا من الحتة دي ظرف او صفة وبعدين that انما such هي نفس المعنى بس بيأتي بعدها صفة زائد اسم صفة زائد اسم يعني هزي ما نقول هنا it was such a useful book that i read twice نلاحظ ان such يجي بعدها صفة وبعدين اسم صفة وبعدين اسم يعني انه كتاب مفيد جدا لدرجة انني قرأته مرتين فهنا الكتاب عشان هو مفيد جدا انا قرأته مرتين لذلك such بعدها صفة واسم انما so بعدها صفة او زر طارق بالنسبة لساتش طارق is such a friendly person friendly person friendly person friendly person يعني شخص ودود لذلك كل الناس بتحبه طارق شخص ودود جدا لدرجة ان كل بيحبه يبقى هنا حددنا السبب وبعدين النتيجة السبب وبعدين النتيجة يبقى بتعبر عن النتيجة تمام نأتي نأتي للجزء الخاص ب enough to و to صفة to ايه الفرق بين الاتنين to enough enough to و to صفة to دول يعتبروا عكس بعض دول يعتبروا عكس بعض في المعنى ازاي enough يعني كافي و to يعني جدا جدا لدرجة عالية ان انا معاها ما اقدرش اعمل كده فهي على سبيل المثال هناخد نفس المثال عندنا في enough الاول بتكون الصفة وبعدين enough to فنقول حمدي is tall and fast enough to be very good at basketball حمدي طويل بسريع بدرجة كافية لكي يصبح ماهر في كرة السلة ف حددنا درجة الصفة بان هي تكفي لان هو يكون او يؤهل لي ان هو يكون جيد في كرة السلة يبقى enough بتأتي بعد الصفة لازم ناخد بالنا من حتى دي enough تأتي بعد الصفة وبعدها to مباشرة حمدي is clever enough to answer the difficult question حمدي ذكي بشكل كافي لكي يجيب على الاسئلة الصعبة هنلاحظ ان enough برضو جاد بعد الصفة يبقى تيجي الصفة الاول وبعدين enough to وبعدين المصدر يعني هو عنده قدرة كافية او عنده حاجة كافية من الصفة تؤهله ان هو يقدر ينفذ شيء معين انما to بتعني العكس to تعني العكس تعني ان هو في الصفة بيكون جدا جدا لدرجة ان هو لا يستطيع ان يفعلها على سبيل المثال بنقول the sea is too cold to swim in يعني البح بارد جدا لدرجة يصعب الصباح معها لا يمكن الصباح فيها لكن لو قلنا احنا the sea is too cold enough to swim in دي معناها ان يمكن ان انا اسبح في البحر حتى بدرجة البرودة دي مش عالية جدا لكن too cold يعني درجة البرودة عالية جدا لدرجة ان انا ما اقدر اه اه مقدر اسبح في البحر تاني حاجة the coffee was too hot to drink يعني القهوة كانت سخنة جدا 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 لدرجة لا يمكن اني اشربها مقدر اتحمل الحرارة بتاعتها ف to عكس enough و to زي ما قولنا الفرق بين to enough to صفة to دي بالنسبة لشرح الاظروف دي سهلين جدا هناخد التدريب عشان نأكد على مدى فهمنا للدرس عندنا 19 نقطة انا حلتلكم منهم 9 نقط وال10 نقط التانيين بتحلها لوحدكم عشان تكتبروا مدى فهمكم للدرس هنركز هنركز مع بعض لانه مهم جدا حل التدريبات واثناء التدريبات هشرح لكم تاني يعني number one بنقول that salad was not nice that I will ask the restaurant for the recipe هنا استخدمنا so ليه استخدمنا so لانه في عندي nice من غير مفهم حتى الجملة انا استخدمت so لانه بعدها صفة مباشرة with that صفة مباشرة with that لذلك استخدمت so number two it was so ولا such ولا تو ولا enough such اكيد ليه لانه بعدها بيتبعها صفة واسم it was such a long film that some people feel asleep before the end حتى لو مش فاهم معنى الكلام هاعرف احلها حتى لو مش فاهم معنى الكلام مدام بطبق القواعد بشكل صحيح هاعرف احلها number three the stadium is big so such two enough to hold fifty thousand spectators يعني الاستاد كبير بدرجة كافية انه يقدر يكون فيه خمسين الف متفارج هنلاحز هنا ان الصفة جات وبعدها enough فمادام الصفة موجودة استحال ناخد so او such او two والاضافة لذلك ان فيه two عندي مفيش that يبقى so such مستبعدين وتو مستبعدة لان الصفة قبلها فتو ما بينفعش نقول big two two لذلك هنقول is big two is big enough two number four that ladder is so ولا such ولا enough ولا long to be put on the back of the cart will جدا لدرجة ان انا ما قدرش احطه في السيارة بتاعتي فهنلاحز هنا ان انا هستخدم so او such او two او enough انا هستخدم two two اللي سبب ان انا في عندي two واما بينهم صفة شيء تاني ان انا نلاحز لو انا نفيتي الجملة دي ممكن نستخدم enough لان زي ما قلنا two عكس enough enough عكس two number five today is much so ولا much ولا enough hot to play tennis outside بلا شك ان احنا نختار two لان بعدها صفة وبعدها two number six elephants لا فيها are so ولا such ولا two ولا enough powerful that they can touch over trees هنا لازم اللاحظ شيء معين ان الصفة عندي موجودة صفة ما فياش اسم وفي ذات يبقى بلا شك هتروح دماغي to or such such or so sorry such or so اختار so ايه السبب لان بعدها صفة فقط صفة فقط مش صفة واسم لو صفة واسم اختار such number seven this is so ولا such ولا enough and all the tree that is amazing it is still alive هنلاحظ حدا معين هنا في ذات موجود عندي ذات يبقى هلغي امكانية استخدام enough or to هيبقى so or such فهندا في an old tree فهنا تعني صفة واسمي باختار such وانا مغمض number eight nobody has been to the top of this mountain because it is so such to enough dangerous to climb في عندي to بعد الصفة يبقى بلا شك لازم اختار to ما نفعش اختار enough enough لو كانت بعد الصفة يعني لو كان في صفة الأول هنختار enough بعدها لو مفيش صفة لو صفة بعد الاختيار يبقى نختار to يبقى to الأول dangerous to يبقى الصفة ما بين to و to number nine this book is so such to enough famous that nearly everyone has read هنلاحظ هنا ان famous that يبقى استبعد enough و to اختار such او so لازالك اختار so لانها بعدها صفة فقط مش صفة و اسم بالنسبة من 10 ل19 بتحلوها لوحدكم انهارها لكم اعتقد القعدة واضحة بشكل جيد لو في عندكم اي استفسار او اقتراح ما تتردوش في ارساله لقناة مستر محسن سواء في التعليقات او في الاميل اسفل الفيديو number ten i wanted phone but it was so such to enough expensive for me to buy number eleven the hat was so such to enough small i couldn't wear it number twelve هلاحظين انه مفيش to بس في درجة انه مفيش مفيش to مرة تانية او that مرة تانية بس في درجة من درجات اللي بيكون فيها استحالة نتعامل مع الصفة number twelve the hat wasn't big so wasn't لاحظ نفي so such too enough to wear number thirteen the boys run so such too enough slowly to win the race number fourteen Ola is very intelligent so such too enough to pass the exam easily number fifteen Hamdi is so such too enough a strong man to be good at weight lifting number sixteen Hannah felt good so such too enough to come to school number seventeen is is it ever so such too enough hot to play games in the park when number eighteen the book was so such too enough interesting that I wanted to read it again to buy a new number nineteen the story was so such too enough difficult to believe what happened then let's finish from the part of the part and the translation or the translation or the translation will translate into Arabic and the English English عندنا الاتنين اللي هون انجليزي العربي انا حلتلكم منهم واحدة والتانية بتحلوها لوحدكم وتذكر دايما ان الترجمة هي ترجمة معاني مش ترجمة كلمات فقط او ترجمة حرفية لذلك انا لازم افهم المعنى بشكل جيد واصيغه باللغة التانية سواء العربية او الانجليزية بشكل لغوي سليم ترجمة العربية بنقول تحتاج المجتمعات الحديثة كميات هائلة من الطاقة للتدفئة والانارة والصناعة تحتاج المجتمعات الحديثة كميات هائلة من الطاقة للتدفئة والانارة والصناعة نلاحظ ان انا حطيت الفعل الاول ما حطتش الاسم لانه في اللغة العربية الجملة الفعلية تبدأ بفعل number two اللي بتقول لها لوحدكم بتقول most of this power comes from coal and oil experts say that this type of fuel will soon be used up most of this power comes from coal and oil experts experts say that this type of fuel will soon be used up بالنسبة لانترانسليت انتو انجليش ترجمة للغة الانجليزية عندي اثنين الاولان نبحث لها لكم والتاني بتقول لها لوحدكم الاولان نبينقول ان العمل الجماعي يقوي الروابط والقيم الانسانية بين الناس ان العمل الجماعي يقوي الروابط والقيم الانسانية بين الناس هنا بنقول الناس نلاحظين ان الناس استخدمنا امانك لان امانك دي بين ناس كتير او بين عشياء كتير لكن between تعني المعنى المكاني لا بد ان نشجع الاستثمارات الاستثمارات الاقنبية في مصر من اجل تحسين الاقتصاد القومي لابد ان نشجع الاستثمارات الاجنبية في مصر من اجل تحسين الاقتصاد القومي وكده ننتهي من الترجمة وننتهي من الفيديو اتمنى يكون الفيديو نالعب اعجابكم لو اعجبكم الفيديو والفيديوهات اللي فاتت ما تترددوش في الاشتراك في قناة مستر محسن عشان يجيكم كل ما هو جديد ويتعملوا لايك عشان تشجعونا نقدم لكم اشياء اكتر واكتر وما تترددوش لو عندكم اي اقتراحات او استفسارات في ارسالها لقناة مستر محسن تذكروا دايما النجاحكم بيكون باديكم لازم يكون عندكم التزام وعزيمة وارادة وتنظيم واسرار وثقة بالنفس اتمنى تكون استفدتم واستمتعتم والتعليم دايما هو متعة مش ضغط نفسي وعصبي اتمنى اشوفكم في فيديوهات جاية على خير ان شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء